تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني وتناول لقاع عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيرة العدل ليلة جفال ووزيرة المالية سهام البغدير نمصية كما تم تطرق خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعوده للشعب أمواله المنهوبة في الداخل والخارج على حد الزواء وأكد رئيس الدولة على ضرورة تحمل من سيتم تعيونهم المسئولية كاملة في تدقيق في الملفات التي ستعرض عليهم قبل أن تعرض على مجلس الأمن القومي ليقر مبلغ الصلح أو ليرفع فيه أو يرفضه كما نص على ذلك القانون الذي نقح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة وأشدد رئيس الجمهورية على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء